قال نائب الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي أن روسيا ليست لديها النية ولا القدرة على مهاجمة أي دولة من دول النيتو وأشار إلى أن القرارات الأخيرة بتدريب الطيرين الأوكرانيين وتأمين مقاتلات F-16 مرتبطة بالوضع الحالي للحرب لذلك فأن الأمر لا يتعلق بتجاوز الخطوط الحمر بل بتطور ديناميكيات هذه الحرب في سياق آخر أكد نائب الأمين العام للنيتو أن الحلف يعتزم مواصلة دعم كييف كما أضاف أن النيتو ليست لديه حاليا خطط أو نية سياسية لنشر قوات في أوكرانيا مجدداً التزامه بدعم كييف وحرصه على عدم تحول الحرب مع روسيا إلى صراع أكبر بين الطرفين وفي وقت تخطط روسيا لإجراء تدريبات بأسلحة نووية تكتيكية قال مجلس الأمن القومي الروسي أن موسكو تجري المناورات النووية للتخطيط للرد على أي هجوم على أراضيها بمساعدة الغرب كما هدد بأن أي رد روسي على أي هجوم من هذا القبيل لن يقتصر على أوكرانيا فقط الأمر الذي أثار حفيظة واشنطن ولندن أسلحة نووية بين التكتيكية والستراتيجية بدأت معها روسيا تسير قلق الغرب فماذا نعرف عنها وما خطورة كل منها؟ ستة آلاف سلاح نوويا بين تكتيكيا واستراتيجي أو ألفي سلاح تضمهم ترسانة نووية الروسية أرقام تختلف بحسب التقارير العسكرية ولكن وبعيدا عن الأرقام ماذا نعلم عن هذه الترسانة؟ وما الفرق بين الأسلحة التكتيكية والاستراتيجية؟ الأسلحة النووية التكتيكية أقل قوة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المزودة برؤوسا نووية والتي يمكنها تدمير مدن بأكملها هذه الأسلحة تأتي على شكل قنابل جوية أو رؤوس حربية للصواريخ قصيرة المدى أو الذخائر المدفعية صغيرة ومدمجة ويسمح حجمها الصغير أن تحمل على شاحنة أو طائرة على عكس الأسلحة الاستراتيجية التي كانت خاضعة لاتفاقيات الحد من التسلح بين موسكو وواشنطن لم تكن الأسلحة التكتيكية مقيدة أبدا بأي من هذه الاتفاقيات ولم تنشر روسيا أرقامها أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بها وبين التكتيكي والاستراتيجي فرقات عدة الرأس النووي التكتيكي به حمولة تفجيرية تقدر بين عشرة ومائة كيلو طن والكيلو طن هي وحدة قياس لقوة نووية تساوي ألف طن من مادة تي أن تي أما الرأس النووي الاستراتيجي فيضم حمولة تفجيرية تتراوح بين خمسمائة وثمانمائة كيلو طن ومداه أطول من التكتيكي وتمتلك روسيا نظامين صاروخيين قادرين على حمل رؤوس نووية تكتيكية الأول هو نظام كاليبر ويطلق من الغواصات والسفن ومداه يتراوح بين ألف وخمسمائة وألفين وخمسمائة كيلو متر والثاني نظام صاروخ اسكندر ويطلق من الأرض بينما يتراوح مداه بين أربعمائة وخمسمائة كيلو متر التلويح بضربة نووية يشمل الكثير من الخيارات ولذلك يجب التفريق ما بين تنفيذ ضربة نووية بسلاح تكتيكي وضربة نووية بسلاح استراتيجي لنتعرف أكثر ما يتردد اليوم على مسمعنا من تهديدات هي غالبا تتعلق بتنفيذ ضربات نووية تكتيكية تستهدف مواقع محددة بحيث لا تتسبب بدمار شامل أو انتشار للإشعاع النووي لكنها أداة حاسمة لكسب معركة ما عبر تدمير مراكز قيادة العدو أما بالنسبة للأسلحة استراتيجية فإنها يمكن أن تتسبب بفناء البشرية فعليا لذلك لا يتم اللجوء إليها إلا عندما تصبح الخيار الأخير لحماية وجود الدولة أو تعرض مواقع أسلحتها النووية لهجوم من الخارج وأحيانا من أجل شل قدرة عدو ما على بذء حرب تقاس القوة التدميرية للتفجير النووي من خلال المقارنة مع حجم التفجير بمادة TNT فبالنسبة للسلاح التكتكي لا يتجاوز الانفجار فيه المائة كيلو تون أو ما يكافئ تفجير عشرة آلاف تون من مادة TNT لكن في حالة السلاح استراتيجي فأن الحجم يزيد بكثير إذ يمكن أن تصل القدرة التفجيرية لبعضها إلى مائة ميجا تون أي مائة مليون تون من مادة TNT بعد تطوير روسيا والولايات المتحدة لقدرات مشابهة لكن لا يمكن التقليل بحسب الخبراء من حجم الكوارث التي قد تسببها الأسلحة التكتكية فهيروشيما وانا كازاكي شهدتان على موت أكثر من مائة ألف شخص جراء استخدام الولايات المتحدة لقنبلة الولد الصغير التي تساوي 15 كيلو تون وقنبلة الرجل الثمين التي تساوي 20 كيلو تون وتحذر الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية من أن إلقاء القلبلة النووية تكتكية واحدة بقوة 100 كيلو تون على مدينة نيويورك يمكنها قتل نصف مليون شخص تختلف منصات إطلاق هذه الأسلحة بنوعيها التكتكي والستراتيجي إذ يمكن إطلاقها نحو الأهداف عبر الصواريخ الباليستية أو العابر للقرات أو إطلاقها من الجو عبر المقاتلات الحربية أو القاذفات استراتيجية أو من خلال السفن الحربية والغواصات وفي المقابل يواصل حلف نيتو منوراته العسكرية أيضا واستعراض أسلحته هو الآخر بعمليات تحاكي صد أي هجوم روسي أكبر قاعدة جوية متقدمة للنيتو لن تكون بعيدة عن حدود روسيا فبعد أن كانت قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا الأكبر من حيث الحجم ستضاهيها قاعدة ميخايل كوغالني شانو في رومانيا في الفترة المقبلة أولا لابد من الإشارة إلى أن القاعدة ليست جديدة لكنها تخضع للتطوير فقد بدأ العمل على تمهيد البنية التحتية الأساسية من طرق الوصول وشبكات الطاقة قبل أن يتم بناء مدرج جديد في المستقبل القريب وبحلول 2040 ستكون القاعدة جاهزة للعمل بكامل طاقتها حاليا تستوعب القاعدة نحو 3000 جندي أمريكي و500 جندي فرنسي و300 جندي بلجيكي تم نقل معظمهم إليها عام 2022 ما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا علما أن القوات الأمريكية تستخدم كوغالني شانو منذ عام 1999 لكن التوسع الجديد ستمكن القاعدة من استيعاب عشرة ألاف شخص ما بين جندي ومدني بالإضافة إلى البنية التحتية العسكرية الجديدة ستشمل مدارس ورياض أطفال ومتاجر ومستشفى حيث ستحضر عائلات الجنود بينما ستصل الكلفة الإجمالية إلى مليارين و700 مليون دولار وهذا يشمل مصادرة عشرات الكيلومترات ودفع بدل سكان هذه التكلفة ستمكن من توسيع القاعدة الجوية لتصل مساحتها إلى نحو 28 كيلومترا مكعبا وبالمقارنة مع قاعدة رامشتاين في ألمانيا فأنها تزيد عنها بنحو 8 كيلومترات مربعة فسيتم بناء مدرج جديد مع مضاعفة طول المدرج الحالي هذا المدرج الحالي سيكون أطول مع إنشاء مستودعات وقود والعديد من حضائر الطائرات لأنواع مختلفة من المقاتلات والطائرات بدون طيار لماذا تعد هذه القاعدة استراتيجية؟ بسبب موقعها الجغرافي اتقع جنوب شرق رومانيا وعلى بعد كيلومترات من البحر الأسود ما سيسهل على أسراب الطائرات الحرضية العمل في هذا المسطح المائي الذي تطل عليه كل من أوكرانيا وروسيا أيضا ولذلك فهي أقرب لتلك المناطق من قاعدة رامشتاين في ألمانيا